في جرامر عندنا الترمي دا يا سنة خانسة زمن الماضي المستمر جديد علينا وأول مرة ندرسه بيتكون من إيه was أو where وز و where دول إحنا عارفينهم دول الماضي بتاع verbe b ماضي am و is و are طب بعد وز و where بيجيني إيه بيجيني فعل متضف له i n g يبقى السؤال عندي هيكون يا إما هو هيديني was where وهيكون عايزني أختار ال verbe اللي آخره i n g أو هيقول لي was بتيجي مع مين was مع I وهي وشي و it وأي اسم في المفرد طيب و where مع we we you و they وأي اسم جمع يبقى I he she it was we you they were وبعد وز و where verbe آخره i n g للاقتراح يا سنة خمسة بنستخدم كلمة let's و let's دي معناها هيا let's يعني هيا و بيجي بعدها فعل في المصدر let's play let's go أما how about معناها ماذا عن what about زيها بالظبط معناها ماذا عن طب يجي بعدهم ايه بيجي اما اسم أو فعل متضف له i n g يبقى عشان اعمل جملة اقتراح هستخدم يا let's بعدها مصدر أو how about بعدها اسم أو verbe آخره i n g أو what about وبعدها اسم أو verbe آخره i n g سنة خمسة نشوف مع بعض good at يعني جيد في bad at سيء في great at رائع في المهم بقى في الثلاث كلمات دول اني لما يجوني لازم بعدهم يأما يجي now يعني اسم أو يجي سنة خمسة verb plus i n g فعل متضف له i n g يبقى بعد good at اللي معناها جيد في بيجي اسم أو فعل متضف له i n g بعد bad at سيء في يأما بيجي اسم أو verbe متضف له i n g بعد great at رائع في بيجي إما اسم أو verbe آخره i n g to ممكن تيجي بمعنى إلى وهيجي بعدها اسم زي مثلا لما يقول i go to school يعني أنا أذهب إلى المدرسة أو إلى يعني to و school مدرسة دي اسم طيب و to تيجي بمعنى لكي طب إمتى يبقى معناها لكي لما يجي بعدها فعل في المصدر i go to school to learn أنا أذهب إلى المدرسة لكي أتعلم to learn يبقى لو جات لي سنة خمسة to أختار بعدها فعل في المصدر يعني إيه فعل في المصدر؟ يعني فعل بدون أي إضافات هارده يا أولاد معنا في فيديو جديد عن طريقة نطق حرف السي حرف السي صوته ك ك زي كلمة car أو cat طيب حرف السي لو جي وراء i أو y أو e هيبقى صوته س س زي كلمة city حرف السي لو جي بعده it هيبقى صوته ت ت زي كلمة chair حرف السي هيبقى صوته ش لو جي بعده two vowels زي يعني حرفه متحرك وحرفه متحرك كمان زي كده ما بننطق كلمة دليش ش السي وراءها i و o اهو حرفين متحركين وكمان في u يبقى دليش ش وزي كمان نطق كلمة social social يبقى دي الأصوات المختلفة لحرف السي الكلمات دي يا أولاد لازم يجي وراء فعل في المصدر يعني إيه فعل في المصدر؟ يعني فعل بدون أي إضافات ولا في s ولا ing ولا ed ولا حاجة خالص let's هيا ووراها مصدر let's play can يستطيع و can't لا يستطيع ووراهم يجي فعل في المصدر لما شوف did في سؤال بمعنى هل وراها على طول verb في المصدر وكمان didn't enough to معنى لكي ويجي ووراها فعل في المصدر i go to school to learn لكي أتعلم like to يحب أن i like to eat fish أنا بحب أن أأكل ثمك كمان عندي does في السؤال بهل برضو بيجي وراها فعل في المصدر والنفي بdoesn't كمان برضو يجي معاها فعل في المصدر يبقى نركز لما شوف الكلمات دي أختار الفعل بدون أي إضافات ترجمة نانسي قنقر